بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج وعظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام هل أزعجك أحد اليوم؟ هل حاول أن يقهرك بشيء؟ وأن يجعلك مقهورا متأذيا متألما هل أزعجك أحد اليوم؟ وجعلك مقهورا إلى الآن من وراء تصرفه من وراء كلمته أولا أعملي وأولا أنت أعمل كما عمل الإمام علي عليه السلام عندما جاء فلان وسب قنبر رضوان الله عليه خادم الإمام علي عليه السلام فأراد قنبر أن يرد عليه لأنه قد أزعج قنبر وآذى قنبر وقهر قلب قنبر وأحزنه فقال الإمام عليه عليه السلام دعه يا قنبر فإنك عندما تتركه ترضي الرحمن وتسخط الشيطان عندما تترك فلان الذي قد أذاك بكلمة أو بتصرف فإنك ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتجعل قلب فلان يكتوي بالنيران يعني مضمون ما قاله الإمام علي عليه السلام لقنبر بأن فلان عندما لا ترد عليه يكون أفضل لماذا؟ لأن عدم الرد عليه هو أفضل الجواب بالعكس يعني أنت تجعله ياغلي أكثر وأكثر لأنه سينصدم بمدى انحطاطه وبمدى خساسته ونذالته أجل لكم الله ومدى سموك وأخلاقك ورفعتك فلا تقبل أبدا أن تنزل إلى هذا المستوى الهابط كذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يمشي وراءه رجل ويقول له أنت فلان أنت فلان أنت كذا منك أنت كذا منك والإمام يمشي بكل هدوث عندما قال له هذا الرجل إياك أعني فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام وعنك أعرف لدي مشاغل كثيرة لدي طموحات كثيرة لدي تفكر تدبر كثير لا أقف عند هذه الأمور البسيطة جدا التي لا قيمة لها إذا كان في يدك لؤلؤة فليقول كل الناس بأنها جوزة وما ضرك ولو كان في يدك جوزة وكل الناس قالوا بأنها لؤلؤة ما نفعك ثانيا هذا الكلام والتصرف لن يؤذيك أبدا إلا بإذن الله لو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك ما نفعوك إلا بإذن الله ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك ما ضروك إلا بإذن الله هذا يبقى الأمر يجب أن تقوم بحسمه والتخلص منه قل كلمة الفصل في هذا الموضوع لا تقهر نفسك أطلاقه خصوصا إذا كان الشخص المقابل لا قيمة له خصوصا إذا كان الشخص المقابل حاقد عليك فتعرف ليش قال بعد ينزعج من عندك يحسدك على ما آتاك الله من فضله ينظر إليك إنك أفضل منه فلذاك هو يحاول أن ينتقص منك هو يشعر بالنقص فيظهر رجولته أو يظهر شخصيته بهذه الصورة البائسة والتعيسة والتي تدل على ضعف شخصيته فلا تهتم أبدا وسر على نهج الأنبياء فإنك إن تركت كلمة لوجه الله كما جاء في الروايات تستطيع أن تقولها كلمة تستطيع أن تقولها تصرف تستطيع أن تفعله ضد هذا الشخص الذي قد آذك أن ترجع الأذية بأذية الكلمة النابية بكلمة نابية ولكن أمسكت نفسك هذه الكلمة ثوابها عند الله سبحانه وتعالى بأن تدخل الجنة بغير حساب كما جاء في الروايات كلمة مسكت عنها أنا ما قبل تقولها ما قبل ترجع الكلمة بكلمة تصرف تصرف أمسكت وإذا بالله سبحانه وتعالى يبشرني بأنك تدخل الجنة بغير حساب بعد ما عليك شيء فهل يوم أحد قهرك أذاك هل يوم واحد قهرتش أذاتش أو هي قهرتش أو أذاتتش وماذا فعلتم برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام